السلام عليكم ورحمة الله رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير مرحبا بكم من جديد في قناة تعليمان البعد في درس جديد حصة اليوم سيكون في مادات الرياضيات درس جمع وطرح الأعداد الكسرية الدرس هو الدرس الأول في الأسبوع التاليس من الوحدة الخامسة إذن نلتقي بعد قليل في الشرح إذن مرحبا بكم من جديد نبدأ بهذه الوضعية نحاول إنجازها إذن مقرأة الوضعية باع مزارع من وزان واحد على اثنان ما أنتجته من زيت ما أنتجه من زيت الزيتون في بداية الموسم واثنان على خمسة في نهايته ما هو العدد الكسري الذي يمثله ما تبقى لديه إذن نحاول تحليل الوضعية لدينا باع مزارع من وزان واحد على اثنان من ما أنتجه من زيت الزيتون إذن ثم باع اثنان على خمسة يعني مجموع ما باعه سيكون هو واحد على اثنان واثنان على خمسة واحد على اثنان تعني أنه كان لديه جزئين باع جزء وبقية لديه جزء ثم اثنان على خمسة مثلا كان المحصول الإجمالي هو خمسة أجزاء باع منها جزئين وبقية ثلاثة أجزاء من خمسة إذن نحاول أنه نجز العملية عملية الجمع نجمع واحد على اثنان واثنان على خمسة لكي نحصل على ما العدد الإجمالي الذي باعه من المحصول إذن واحد على اثنان اثنان على خمسة سبقا لنا الرأينا في درس الذي كان يخص جمع وطرح الاعداد الكسرية أنه إذا أردنا جمع عددين كسرية نجيبه أن نوحد مقاميهما لدينا هنا اثنان في المقام الأول وخمسة في المقام الثاني إذن لتوحيد مقامي هذين العددين يقفئ فقط أن نضرب بسط ومقام كل عدد في مقام العدد الآخر مثلا هنا واحد على اثنان سوف نضرب واحد في خمسة واثنان في خمسة إذن نحصل على خمسة على عشرة لماذا ضربنا هنا في خمسة وهنا في خمسة ثم هنا في العدد الثاني اثنان على خمسة سوف نضرب في المقام الثاني إذن اثنان في اثنان وخمسة في اثنان سوف نحصل على أربعة على عشرة لأن اثنان في اثنان هي أربعة واثنان في خمسة هي عشرة إلى الآن إذا الآن صار المقام موحد يمكننا الآن إنجاز عملية الجمع كيف سنقوم بذلك سوف نقوم فقط بجمع البسطين إذن نجمع خمسة وأربعة أما المقام لا نقوم بجمع يبقى تابت إذن خمسة زايد أربعة هي تسعة على عشرة خمسة على عشرة زايد أربعة على عشرة هي تسعة على عشرة إذن هذا هو ما باعه خلال الموسم كاملا إذن جمعنا ما باعه في بداية الموسم وفي نهاية الموسم حصلنا على هذا العدد تسعة على عشرة الآن يجب أن نحسب العدد أو نبحث عن العدد الكثير الذي يمثل ما تبقى لديه إذن لدينا هنا باع تسعة أجزاء من عشرة أجزاء العدد الذي يمثل الأجزاء كاملة هو واحد أي عشرة على عشرة ننقص منها تسعة على عشرة يبقى لدينا واحد على عشرة إذن هنا عشرة على عشرة هو العدد الإجمالي العدد الكثري الذي يمثل المحصول أو ما أنتجه من زيت زيت في الموسم كاملا هنا تسعة على عشرة ما باعه خلال الموسم واحد على عشرة ما تبقى لديه إذن تبقى لديه جزء واحد من عشرة أجزاء إذن الآن نمر إلى تمرين تطبيقي سوف نقوم بإنجازه جميعا إذن نلاحظ كيف زرع صالح ضيعته ثم نحسب العدد الكثري الذي يمثل المساحة المزروعة عدسا إذن هذه البطاقة تمثل لدينا ما زرع صالح في ضيعته إذن قام بزرع اثنين على ستة بالشاعر وخمسة على اثنى عشر بالقمح والباقي بالعدس إذن أولا نلوين جزئين مزروعين قمحا وشاعرين إذن لدينا هنا اثنين على ستة إذن نلوين جزئين من ستة أجزاء سوف أعيد تلوين إذن لدينا هنا هذه الشبكة مقسمة على اثنى عشر جزء نحن نحتاج بالنسبة للشاعر فقط إلى ستة أجزاء إذن سوف نحاول أن نعتبر هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء إذن ها هي اثنان على ستة إذن اثنان ها هو جزء وها هو جزء وتبقى أربعة أجزاء ثم خمسة على اثنى عشر إذن نلوين خمسة أجزاء من اثنى عشر جزء إذن الآن سوف نستعمل الشبكة كاملة إذن نلوين خمسة أجزاء باللون الأزرق إذن الآن نوحد المقام ونحسب المساحة المزروعة قمحا وشاعيرا إذن نجمع اثنان على ستة التي تمثل الشاعر وخمسة على اثنى عشر التي تمثل القمح ثم نوحد المقام إذن لدينا اثنى على ستة زائد خمسة على اثنى عشر إذن الآن قبل توحيد المقام سوف نلاحظ المقامين لدينا ستة واثنى عشر واثنى عشر هي من مضاعفات ستة إذن ماذا سنفعل؟ سوف نوحد فقط هذا المقام لماذا؟ لأن ستة هي مضاعفات عشر هي من مضاعفات ستة إذن يجب أن نضرب 6 في أي عدد في أي رقم سوف نضربها في 2 لنحصل على 12 وإذا ضربنا 6 في 2 سوف نضرب 2 أيضا في 2 ونحصل على 4 على 12 إذن ضربنا 2 في 2 و 6 في 2 إذن الآن صار المقام محهد 12 12 إذن نقوم بعملة الجامعة عادية 4 زائد 5 هي 9 على 12 ثم الآن نحسب المساحة المزروعة عدسا ونختزل إن أمكن ذلك إذن ماذا قال لدينا هنا الباقي الذي بقي في الضيعة هو يخص العدس لدينا الآن المساحة كاملة تمثل 12 على 12 لأن هنا 12 جزء سوف ننقص منها 9 على 12 9 على 12 تمثل المساحة المزروعة قمحا وشاعيرا إذن نضع 12 على 12 المساحة الكلية ننقص منها المساحة المزروعة قمحا وشاعيرا ناقص 9 على 12 إذن هنا لن نحتاج لتوحيد المقام لأن المقام محهد هو 12 إذن نحصل على 12 ناقص 9 هي 3 على 12 ثم مطلوب هنا نختزل إن أمكان ذلك إذن سوف نبحث هل يمكن أن نختزل إذن 3 بكتابة ضربية سوف نحصل على 3 في 1 ثم 12 هي 3 في 4 إذن هنا سوف نختزل بـ 3 التي تكررت في البسط والمقام إذن العدد المختزل هو 1 على 4 ليس دائما يمكننا الاختزل فقط إن أمكان ذلك وكيف نقوم بالاختزل؟ فيها توجد طرق أخرى لكن هذه الطريقة هي أبسط طريقة نحاول كتابة البسط والمقام على شكل كتابة ضربية ثم نشطب على الأعدد التي تتكرر في البسط والمقام هنا تكرر الرقم 3 قمنا بتشطب عليه فبقية لدينا 1 على 4 إذن الآن نمر إلى باقي التمارين لستقومون بإنجازها لاحقا إذن أولا ألوين بطاقات المقام الموحد لكل عددين كسريين لدينا 1 على 2 و5 على 6 مقام الموحد هل هو 2 أم 6 أم 8 نلوين فقط المقام الموحد ثم لدينا 1 زائد 4 على 8 أذكر بالنسبة للعدد 1 لكتابتي على شكل كتابة عدد كسري يجب أن نكتب نفس الرقم أو نفس العدد في البسط والمقام مثلا 10 على 10 6 على 6 7 على 7 9 على 9 إذن هنا الأمر بسط لدينا هنا 8 إذن ستكون 8 على 8 ثم لدينا 2 على 5 و7 على 15 ثم ثانيا أوحد المقام دون إنجاز العملية لدينا 3 على 5 و7 على 10 إذن نبحث على المقام الموحد و10 ثم 1 على 8 و3 على 2 ثم 3 على 4 و2 على 3 ونمر الآن إلى التمرين الثالث أحسب المجموعة أو الفرق ثم أختزل إن أمكان ذلك 4 على 5 ناقص 3 على 4 يجب توحيد المقام هنا ثم نقوم بإنجاز العملية ونختزل إن كان بإمكانية اختزال ثم 2 زائد 3 على 8 بالنسبة لعدد 2 لكتابته على شكل عدد كسري يجب أن نكتب في المقام العدد وفي البسط يكون الضعف مثلا 6 على 3 4 على 2 10 على 5 وما إلى ذلك يكون البسط هو ضعف المقام بالنسبة لعدد 2 ثم لدينا هنا 1 زائد 4 على 7 إذن أذكر مرة أخرى بالنسبة لعدد 1 يجب أن يكون البسط والمقام هو نفسه مثلا 7 على 7 3 على 3 5 على 5 ثم لدينا 3 ناقص 5 على 2 إذن نسبة لعدد 3 يكفي أن يكون البسط هو مضاعف ل3 مثلا 3 على 1 أو 6 على 2 نفهم؟ ثم أحسب مجموع وفرق كل عددين كسريين لهم المقام نفسه كما في المثال مثلا لدينا هنا 1 على 2 زائد 3 على 2 هي 4 على 2 بعد الاختزال نحصل على 2 لدينا 4 مقصوم على 2 هي 2 ثم لدينا 3 على 2 ثم لدينا 3 على 2 ناقص 1 على 2 هي 2 على 2 و2 على 2 هي 1 إذن سوف نجد مثلا 12 على 12 زائد 9 على 12 ثم ناقص 9 على 12 ولدينا أيضا 7 على 3 و2 على 3 سوف نحسب مجموعهما وفرقهما ونمر إلى التمرين الخامس أنجز وأختزل إن أمكانه ثم ألونه حسب التوجه لدينا بالنسبة للعملية لسنحصل فيها على 1 سوف نلونه بالأزرق وبالنسبة لسنحصل على 8 على 3 نلونها باللون الأحمر أو الوردي إذن يكفي أن تقوموا بإنجاز العمليات وتلونوا الناتج إن كان 1 سوف نلون بالأزرق وإن كان 8 على 3 سنلون باللون الوردي ثم رقم 6 أحددوا بعلامة X أو في الزجاجتين التي يجب إفراغهما في الزجاجة الفارغة لتمتلئة بالكامل لدينا هنا جزئين هنا أربعة أجزاء هنا ثلاثة أجزاء وهنا الزجاجة الفارغة فيها خمسة أجزاء من خمسة أجزاء ثم أكتبوا مجموع العددين الكسريين الذين يمثلان محتوى الزجاجتين بعد أن نجد الزجاجتين التي سوف نضعهما أو سوف نفرغهما في هذه الزجاجة الفارغة سوف نكتب هنا العدد الذي يمثل كل الزجاجة وهنا سيكون خمسة على خمسة هو الناتج وتمريد السابع أحيط المجموع أو الفرق بعد إنجاز العملية في دفتري وأختزله إن أم كان ذلك إذا لدينا هنا واحد زائد اثنان على ثلاثة سوف نبحث عن المجموع أو الفرق وبعد ذلك نختزل ثم لدينا ثلاثة على اثنان ناقص واحد نبحث أيضا عن المجموع وعن الفرق ثم نمر إلى التمرين الثامن أنجز ثم أختزله إن أم كان ذلك إذن لدينا اثنين على ثلاثة زائد ثلاثة على خمسة إذن أولا نوحد المقام ثم ننجز ثم نختزل بعد ذلك ولدينا اثنان على ثلاثة ناقص ثلاثة على خمسة إذن نفس العددين هنا فقط الجمع وهنا الطرح إذن سوف نوحد المقام فقط في العملية الأولى ثم نستعمل نفس المقام الموحد هنا في العملية الثانية وأخيرا مسألة بمناسبة عيد لأضحى خصص عزيز إثنين على ثلاثة مما اتدخره لاشتراء كبش العيد وثلاثة على تسعة للوازم العيد هل بقي له ما يشاربه ثيابا لأبنائه إذن أولا أستعينه برسمه لتمتيل الوضعية كيف سيكون هذا الرسم إذن لدينا إثنين على ثلاثة ولدينا ثلاثة على تسعة إذن هنا المقام الموحد هو تسعة أولا سوف نرسم مستطيل إذا رقزوا جيدا سوف نرسم مستطيلا نقسمه على ثلاثة أجزاء متساوية ثم نلوين جزئين من ثلاثة بعد ذلك سوف نقسم كل جزء من الأجزاء على ثلاثة لماذا؟ لنحصل على تسعة أجزاء حتى نمثل ثلاثة على تسعة ثانيا أحسب العدد الكسري المخصص للكبش ولوازم العيد إذن سوف نقوم بعملية الجمع نجمع اثنين على ثلاثة زائد ثلاثة على تسعة باستعمال الرسم وباستعمال أيضا توحيد المقام وأخيرا أقارنه وأستنتج سوف نقارن بين الرسم الذي قمنا فيه بتمثيل وضعية وبين العدد الذي حصلنا عليه العدد الكسري المخصص للكبش ولوازم العيد وماذا نستنتج بعد المقارنة إذن هذا كل ما يخص درس اليوم في الرياضيات جمع وطرح الاعداد الكسري لأسبوع الثالث من الوحدة الخامسة إلى أن نلتقي إن شاء الله في التصحيح في وقت لاحق استودعكم الله ورمضان كريم مرة أخرى ومع السلامة إلى اللقاء